موسيقى الكلمة نور وبعض الكلمات قبور مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو كلمة كلمة قد تسعد إنسان وكلمة قد تكون سببا في حزنه فلنحرص على انتقاء كلماتنا وأيضا نطقنا فلننطق بالخير وأتذكر أن الكلمات متى خرجت فهي لا تعود حياكم الله مشاهدين في استوديو الضفرة والبداية مع أبرز العنوين موسيقى رهاب التكلم أمام الآخرين كيف أصبح متحدثا جيدا موسيقى حلم الطيران لم يعد مستحيلا وتجربة مثيرة في أبديت موسيقى لماذا لا نستطيع تشجيع ريال والبرسة معا موسيقى موسيقى حديد الإمارات عملاق الصلبة بدمغة إماراتية خالصة موسيقى جيدا سواء كان المدراء أو الموظفين اللي عندهم بريزنتيشن أو المتحدثين الرسميين والممثلين والإعلاميين والسياسيين وغيرهم الكثير تعتمد حياتهم على التحدث أمام الجمهور ولكن أغلب هؤلاء وبمجرد وقوفهم أمام الجمهور يبدأ العرق وأرتعاش الصوت وغيرها من علامات التوتر شو هو السبب وكيف نتجاوز هذا الخوف موسيقى موسيقى الكلوسوفوبيا مصطلح يصف الخوف من التكلم أمام مجموعة من الناس أو الأشخاص أو ما يعرف برهاب التكلم وهي كلمة مكونة من شقين وأصلها من اليونانية غلوسا تعني اللسان وفوبوس وتعني الخوف أو الظر فيتحاشى الكثيرون التحدث أمام جمع من الناس وتوصلت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة تشابمان الأمريكية عام 2014 إلى أن الخوف من مخاطبة الجمهور هو المسبب الأكبر للرهاب لدى الخاضعين للدراسة إذ ذكر 25.3% منهم أنهم يخافون من التحدث أمام جمع من الناس هذا الخوف ربما يحد من فرصك في الحصول على المهنة المناسبة إذ توصلت دراسة أجريت على 600 موظف عام 2014 إلى أن القدرة على التواصل اللفظي جاءت على رأس قائمة المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل في حين جاءت مهارات الخطابة والعرض في المرتبة الرابعة أما المهارات الإدارية المعتادة مثل الأنشطة الإدارية فقد جاءت في مؤخرة القائمة إذن كيف يمكن أن نواجه خوفنا من الحديث أمام أناس؟ وهل تعرف طرق التخلص منه؟ والحديث أكثر عن هذه المشكلة والتي أنا شخصياً عانيت منها لفترة معينة يسعدنا نستضيف الأستاذ محمد عصام إعلامي وخبير في تطوير الذات مرحبا بك أهلا وسهلا خيارك أعزائك بخير خير والحمد لله نورتنا شكراً أستاذ محمد أنا فترة عانيت من هذه المشكلة كان عندي تقديم حفل في وزارة التربية والتعليم بس المرة الأولى كانت يعني قلق وتوتر مرة ثانية الأمور طيبة أبو عرف شو سبب الرهاب؟ الرهاب والخوف بداية سأفاجئ المشاهدين وأفاجئ حضرتك أن الخوف نعمة من نعم الرحمن لو لا الخوف لربما قدت السيارة بسرعة 180 وما رأيتني اليوم فالحمد لله على هذه النعمة الحمد لله على السلام الحمد لله لذلك يا سيدتي بشكل عام نستطيع أن نقول بثقة أن الخوف يصبح نقمة عندما يزداد عن حد ما طبيعي حتى أكثر من ذلك كنا نقول دائما أن من لا يخف من الجمهور هو شخص لا يحترم جمهوره تخيلي إذن هو المطلوب لا بد منه لكن يصل إلى مرحلة يسيطر ويغير من ماذا من قدرات الإنسان يصبح الإنسان ينسى الأفكار التي كان قد حضرها يتأتي كثيرا كل المعلومات التي كانت في رأسه ضاعت وهذه لها أسباب كثيرة كما تعلمين نعم بس هل هالشي يتعلق في الطفولة قنا نقول في بعضها يبالغ بالخوف قد يكون له علاقة بالطفولة لكن الطفولة أو السبب هذا لا يكون دائما معمما على الجميع هناك أسباب كثيرة ألخصه بثلاثة أفكار حقيقة أولا الخوف على المظهر على البريستيج لربما الآن أنا يحدث معي شيء يمكن يرفضوني يمكن ما يتقبلون الحديث ربما أنا على سبيتال ألقي فأتأتي ماذا سيقولون عني؟ بريستيجي يمكن أخطأ صحيح ستهتز سورتي الله عليم شو هيصير معي هذه الأفكار التي تأتي على الإنسان الأمر الثاني وهو المهم للغاية حقيقة وهو عدم كفاية القدرات يعني لو جبنا اليوم واحد ما يعرف يقود سيارة حطيناه وراء الدركيسيون شو هيصير؟ حيخاف من الطبيعي يخاف كذلك لو حطينا أحد هيك تشوفناه بالشارع مرحبا المزيعة اليوم غايبة حلحطك محلها أكيد حيخاف كثير بطبيعة الحال إذن نستطيع أن نقول عدم كفاية القدرات ثم الخوف على المظهر الأمر الثالث عدم التوازن النفسي وهذا ما يجعل للإنسان أحيانا يطع سيناريوهات غريبة لم ولن تحدث يتخيلها الحين أنا أول ما أوص أصير أمام الكاميرا راح أتأتي الحين راح تسقط الورقة من إيدي الحين يمكن أوقع وأنا طالع على الستيج يا الله شكد راح يضحكون علي ويبدأ الإنسان بتخيل ماذا سيناريوهات لم ولن تحدث كما ذكرت وبالتالي هذا يطور مسألات الخوف وهنا يأتي دورنا كمدربين يعني أستاذ محمد اللي فهنت منك يعني الشخص كلما كان واثق من نفسه ومحضر جيد يعني محضر الموضوع ويد بشكل جيد راح يتفادى هذه الأخطاء بطبيعة الحال دائما نعم عندما يبدأ في المرة الأولى هنا لدينا نحن استراتيجيات خمسة يعني بخبري في مجال التدريب قسمت العناصر التي أعمل بها مع كل متدرب حتى أستطيع أن أطوره أو نجيه من هذه المغمة مغمة خصوص إلى خمسة أقصر أبشي لي بخير أول ثنتين نحن نسميهم الحل السريع أو الإسعافي اللي هو التحضير النفسي والنفسي التحضير النفسي نبدأ بصناعة سيناريوهات جميلة نبدأ بأن نقول له أنت قادر أنت تستطيع أن لا تفكر بشيء سلبي الآن لو ضحكتي أنت مثلا وطلق منك أن تفكري بشيء سلبي لا تستطيعي صحيح فنحن نحاول دائما قبل أن ندخل على المشاهدين في الكاميرا تعلمين أن نمزح أن نضحك حتى ندخل بشكل طبيعي وتلقائي صحيح ثم التحضير النفسي تعلمين أن الخوف يؤثر على الإنسان قد يجعل اليدين تتعرقان أو ربما تبردان أنا من الخوف كنت أسمع دقات قلبي فذوني يسمح القلب في الدربكة كما يقولون الموضوع ليس سهل إطلاقا هناك تغييرات إذا صح التعبير تحدث فيزيائية على الإنسان نسيطر عليها فيما يتعلق بالتنفس 4-4-4 ندريوها في أكاديميات العلمة كل ما ذكرته حتى الآن هي أمور إسعافية تدرب في الأكاديميات متواضعة وغير متواضعة لكن هناك استراتيجية طويلة المدى طويلة المدى الاستراتيجية الأولى وهي أننا ندربه على مهارة الإلقاء والتحدث من لحظة دخوله إلى قاعة التدريب أو إلى قاعة المحاضرة أو على ستيج الجماهيري حتى لحظة خروجه فبالتالي يمتلك كل المهارات التي من الممكن أن تلزمه فبالتالي عندما يدخل إلى أي مكان يصبح عنده أسلحة يبني عليها بطبيعة الحال صحيح ثم نأتي إلى الخطوة الثانية التي أتفرد حقا كثيرا فيها وهي قضية أنني أدربهم كيف يجذبون جمهورهم ويجعلونه يصفق عندما يريدون صحيح وهذه صنعت لها استراتيجيات لعلاقة في طبقات الصوت، لغة الصوت، لغة كلمات طريقة المخاطبة لغة العيون، لغة الوقفات حتى لغة الإتيكيت و لغة الأرواح لغة الجسد بعد صحيح طبعا والجسد وهي الأهم بطبيعة الحال كذلك دأتي هنا إلى المرحلة التي بعدها المرحلة التي بعدها نبدأ بالتطبيق والتجريب يعني أنت ذكرتي أنه أول مرة قدمتي كنت خائفة لكن في المرة الثانية لا بتكوني بنفس الدرجة من الخوف المرة الثالثة ستنخفض المدة ولو ابتعدت على فكرة عني الإلقاء ستعودين إلى هذا الخوف من جديد لو ابتعدت عن قيادة السيارة فترة يعني الممارسة بعد كانت علاج في هذا الموضوع صحيح بطبيعة الحال التجريب ماذا نفعل؟ نستعاقد حتى مع المتدرب أنه سنقدمك يعني نضعك بإذن الله تعالى مقدما لإحدى الدورات التدريبية مشاركا معي عندما يجرب يبدأ ماذا بي يعني يجرب فيجد نفسه أنه لم يقع لم يسقط وأن الأمور سهلة وواضحة حتى لو غلط يكمل ما 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 يرتبرك صحيح شوف أنه ما في حدا أتله ما في حدا ضربه صحيح الأمور مشيت بشكل سهل فيبدأ ماذا بكسر الرهب تعلمين جيدا ما يقوله الكثيرون من العلماء وهو أن الإنسان عدو ما يجهل لن نستطيع أن نجعله يتغلب على الخوف حتى يجرب لذلك هذه الخماسية بأعتقاد أثبتت نجاحها طيب هل في تكنيك جسدي نفسي معين؟ طبيعة الحال طبعا هناك تكنيك نفسي كما ذكرت لك أما التكنيك الجسدي فأنا الذي أنصح به هو تكنيك روحي وهو تقمص الناجحين أفضل شخص من الممكن أن نتقمصه هو حالنا بأفضل حالاتنا نعم فأنا مثلا في هذه المقابلة الآن أنا أمامك كنت متوتر ولا لا؟ أبدا لا لكن في البداية هناك شيء من التوتر اسمه الاحترام نعم هذه الدرجة التي لا بد منها تسلام عليك سي الآن أنا سأصور هذه المقابلة وهو سيصور إلقاءه أمام الجمهور سنذهب كلنا إلى البيت ونبدأ ماذا نفكر أين أصبنا وأين لم نصب الآن في المقابلة التي بعدها سأبحث عن كل شيء إيجابي فعلته وسأتقمصه ما أسهل أن تقمص ذاتي وكل شيء رأيته سلبيا سماذا سأنفر عنه ولذلك يقول أحد العلماء أن الإنسان قادر أن يتابع نفسه في فيديو له أكثر من مليون مرة من دملاء طيب أستاذ محمد بعد لاحظ في البعض اللي قريت عنه أن يوصل لدرجة أن يأخذ حبوب مهدئة قبل ما أن يدخل في خطاب أو يدخل في خطاب الجمهور إذا لم يشاهد هذه المقابلة أو مثلها سيضطر إلى الوصول إلى تلك حقيقة الحبوب التي ذكرتها لماذا؟ لأنه لم يجد حلول لم يجد حلول وهو مضطر على الإلقاء والتحدث كما ذكرت لك هناك أساليب لا بد منها هناك تدريب لا بد أن يخضع له إذا خضع لهذا التدريب تمت الأمور كذلك أقول لك لماذا نريد منه أن يتعلم كذلك مهارات اسمه كيف أجذب جمهوري وأجعله يصفق لي ليش؟ لأنه أنا مثلا على سبيل المثال لما أتدرب على مهارات أدرك أنني من خلالها أستطيع أن أجعل هذا الجمهور يحبني صحيح ويصفق لي أم كل ثوم تقول أن أنا إذا دخلت على جمهور وما ألشي الله أنا مش أدرة أكفي مش أدرة أكمل كما تقول في الهجتي المصرية لذلك هي تبدأ مثلا بطبقات معينة ثم تعلو لديها حلول الشخص الذي لم يتدرب لسيدة لي حلول فهي تفعل هكذا بالمقام العجب أوه ما في حدا قال الله فماذا تمدها أكثر عفا ما حدا قال الله فتبدأ ماذا؟ تعلو وتبدأ تعلو بالطبقات تفعلك تعطينا موال الصوت حبيبي والجمهور يولي عظم وعظم وعظم شكلك تغني نسمع من لك غنية بعدين إن شاء الله هذا مطلوب في الإعلام طبعا أن نتعلم تجويد القرآن نتعلم المهارات في لغة العربية الفصحة نتعلم أحيانا حتى مهارات موسيقية ما شاء الله عليك أستاذ محمد موروثنا ما شاء الله غني بالخطباء والشعراء مثل المتنبي وأبو فراس الحمداني كيف نستفيد من هذا الموروث؟ كلاهما حلبيان على الفكرة وسطهما من الموصل ونعم فيكم فيهم أحسنتي أقولها بكل بساطة هناك ما يسمى بذكاء اللغوي الذي ذكره هو وارد كاندر ضمن الذكاءات السبع هذا الذكاء المهم نكتسبه من خلال استماع وقراءة الكثير من الماذا الخطاب والشعر وغيرها من الأمور وأعظم موروث هو القرآن الكريم الذي فيه الكثير جدا من الألفاظ أهمية هذه الألفاظ تكمن حقيقة في أن العقل الباطن لا يستقبلها مجموعة يستقبلها فرادة هي تبدأ أولا بالدخور كبيت شعر مثلا لو تعلمت البيت الشعري الذي يقول لغة الكلام على فمي خجلة ولولا الحب لم أتكلمي كلمة خجلة جاءت في بيت شعري لن أستطيع استخدامها في البداية إلا داخل هذا البيت بعد فترة عندما يدخل إلى العقل الباطن أستطيع استخدام هذه الكلمة عندما أحتاجها في عبارة أخرى أقول لك أشعر أن كلماتي خجلة لأنني أشرب الشاي وهو بارد مثلا أستطيع استخدم هذه الكلمات في مكان فيذلك بعض الأشخاص تدهم قاموس لغوي كبير بسبب كثرة ما يقرؤون كثرة ما يطلعون عليه وهذه ميزتنا أنحن العرب أن موروثنا كبير للغاية الواردة مثلا درستني القرآن إذلك أتحدث معك الآن بالفصحة دون أي جهد وهكذا طيب أستاذ محمد من خلال ما شاء الله أنت رحلتك الطويلة في التدريب في موقف أو تجربة رسخت في بالك تتذكرها يعني في أحيانا الشيء الطريفة تحدث على سبيل المثال أحاول أنت أذكر نعم مرة متدرب قال لي دكتور بدي أسألك أنا حلو هو الشاب يعني وسيم قلت له طبعا أنت حلو قال ليش لك الكلمة يكون قدام خطيبتي بخاف قلت له كيف يعني قال أنا بكون محضر كلام غزلي بدي إلا يا لكن أنا بصير قدامه وبعرف شو بيصير فيني بتلبك وبعرف شو بدي إلا عن نفس موضوع حلقاتينا يعني فقلت له سمعني منيح طلع فيني هيك قال هي قلت له بدي أعطيك وصفة رائعة قال بدفع كل الوصفة نفسية الوصفة أنك أول ما بتشوفها تتخيل نفسك أمير يا سلام لأنا أميرك نعم تتخيل نفسك موضوع نفسي هو وسيم هو لا ينقصه شيء تتخيل نفسك أمير وتدخل فوقف على باب دق الباب طلعت حماته قال لها مرحبا صدق حالهم بشكلتا قال له أيوة قال لا بدي أشوف لينا أسأل تريدي بلاش أحكي هكذا فدخل إلى لينا ضمن الكلام قال لينا حابب إليك أني بحبك وكأننا قالت له بتعرف دي لك شغله أول مرة بحسك عم تقول لي بحبك وانت وافق هذا ما نسميه حقيقة بالشحذ النفسي وتقمص الناجحين ذكرت قبل قليل أن نتقمص أنفسنا بأفضل حالاتنا كذلك من الجميل أن نتقمص الناجحين ليس بكليتهم نأخذ من فلان شيء ومن فلان شيء ومن فلان شيء حتى نكمل أجمل صورة ولا يخلو إنسان من تقمص دون أن يشعر فأنت فيك ربما 64 واحد أستاذ محمد أبو عرف أنت تعطينا نأخذ نصايح منك للأشخاص اللي عندهم رهاب من التكلم من الجمهور كيف تعطيهم هالنصايح بطبيعة الحال أنا ذكرت لك التفاصيل وذكرت لك المراحل التي يجب أن يمشوا بها وذكرت لك ما يجب عليهم أن يفعلوا أول نصيحة أقول أن لا يجعلوا هذه المقابلة التي يسمعونها الآن مجرد كلام عابر وانتهى أريد الآن أن يبحثوا عن من يستطيع تدريبهم بالتكنيكات أن يمتلكوا سكيلز جديدة يستطيعون أن يبنوا عليها ويذهبوا إلى أي ستيج وهم بثقة كاملة لأنهم لديهم هذه المهارات ثم أن لا يشعروا بالغرور الغرور الذي يصيب البعض فيجعله لا يحضر جيدا صحيح لا يجب أن نحضر دائما حتى أنا بالنسبة لي عندما عرفت عنوان الحلقة حضرت بعض الأشياء التي من الممكن أن تذكر هذا أمر طبيعي ويجب أن يبقى طبيعيا صحيح طيب شو برايك منه من هو المتحدث الجيد سواء كان الإعلامي أو السياسي أو موظف خلنا نقول تريدين صفات أم أسماء؟ صفات صفات أعتقد أن المتحدث الرائع هو الذي يمتلك سبع لغات سبع لغات سبع لغات نعم يظن ربما المشاهد أنها اللغة الإنجليزية والأردو والفرنسية وهكذا اللغات هي أولا لغة الجسم ولا نقول الجسد لغة الجسم التي هي حركات وإماءات ثم لغة العيون وفصلناها عن ماذا؟ عن الجسد لأن العين هي الجزء المرئي من الروح فأنا قد أستطيع خداعك بجسدي لكن عيوني ستكشفني مباشرة أما العنصر الثالث فهو لغة الكلمات أن نحضر كلمات جديدة لم يقلها غيرنا فمقدمة يجب أن تكون مختلفة عن مقدمات الآخرين وصدق من قال إن الحروف تموت حين تقال ألا وهو نزار قباني ثم اللغة الرابعة هي لغة الوقفات كم عقفت الآن كيوصل لك أن الفكرة مهمة وهكذا لابد من موقفات سحرية دائما نعلمها ونعلم أماكنها وقفة قبل معلومة وقفة قبل مشاعر وقفة قبل اسم عظيم كذلك هناك لغة رائعة لابد منها وهي لغة الصوت في مرحبا معناها مرحبا في مرحبا معناها اشتقتلك في مرحبا معناها I love you في مرحبا الله ياخدك مثل اللايك تبع فيه لايك أحببته فيه لايك مثل تبع والدتي شايف تكترة كذلك هناك اللغة السادسة وهي لغة الاتيكيت أن يمتلك هذا المحاضر اتيكيت جميل الجلسة الصحيحة كيف ينظر إلى الأشخاص كيف يشير بيدي هكذا أم هكذا على سبيل المثال والكثير من الأمور والتفاصيل اللغة السابعة وهي لغة الأرواح يقول أهم المتحدثين المنبريين كل المتحدثون المنبريون يقولون إننا ندرب ونعطي ونلقي ونتحدث ثمانين بالمئة بالثقة بالنفس وعشرين بالمئة فقط بالعلم نعم ما شاء الله عليك أستاذ محمد قبل كنت رح تذكر أسامي الأشخاص المتحدثين الجيدين هذه تغمأ تمرأ منها حقيقة من عيوني سبحان الله حتى الآن لم أجد وهذه ربما مفاجأة لم أجد متحدث شامل حتى الآن حتى هذه اللحظة يعني ما فيه ولا حد تقدر تقول أنه متحدث شيد كلما وجدت واحدا شاملا وتدربته وتدخلته وتعمقته في مجال الإلقاء وجدت أنه أيضا لديه نواقص أوباما قوي مثلا على سبيل مثال في امتصاص الحالات الطارئة لكنه ماذا تفضحه لغة الجسد أحيانا ترودو يعجبني رئيس الوزراء الكندي حاليا يعجبني بأنه محترم جدا في إلقائي فأخذ منه هذه الخصلة يعجبني كذلك من العرب أحمد فخوري هذا المذيع الجميل الذي في أحد إحدى القنوات يعجبني أنه اختار لنفسه طريقة في الإلقاء والتحدث هو زميل والصديق على فكرة تريني الآن تشابه كبير بين المذيعين والمذيعات وأنت مستثنات من هذا التشابه بتميزك أما أجد هذا الفخوري الجميل يمتلك قدرات ومهارات مدات صوتية رقراقة لديه مقام خاص في التكلم لكن أيضا باعتقادي أتمنى أن أراه في ألوان أخرى كذلك محمد راتب النابلسي يعجبني هدوءه لكن بالمقابل لم أرى لغة جسده حتى الآن مروان الصواف لغته العربية جيدة لكن مازال رتم إيقاعه أو إيقاعه مازال واحداً وليغياً أستاذ محمد ما شاء الله عليك استمتعنا بالحديث جداً معاك نتمنى إن شاء الله نستضيفك بالحلقات الأخرى شكراً جزيلاً على حضوركم أتشرف بكم شكراً جزيلاً حوار ممتع ونصائح قيمة من الإعلامي والمطورة محمد عصام شكراً جزيلاً له ومشاهدين المستمرين لكن بعد الفاصل حلم الطيران لم يعد مستحيلاً وتجربة مثيرة في أبديت لماذا لا نستطيع تشجيل ريال والبرسة معاً حديد الإمارات عملاق الصلبغ بدمغة إماراتية خالصة التكنولوجيا باتت جزءاً لا غنى عنه في حياتنا فهي تدخل في أدق التفاصيل من اختراعات الاتصالات المدهشة إلى الإجراءات الطبية الجديدة وغيرها وفي فقرة أبديت رح نرصد أبرز مظاهر تغيير التكنولوجيا لحياة البشر خلال الفترة الماضية ورح نشوف إياكم حلم الإنسان بالطيران حلم من الممكن أن يتحقق فلنتابع طالما راود الإنسان على مر التاريخ حلم الطيران والتحليق عالياً وحتى وإن تحقق ذلك بعد اختراع الطائرة فحلم الطيران بجناحين مثل الطائر ظل يراوده ولم تتوقف محاولاته لبلوغ الأمر فكيف يمكنك أن تطير بدون أجنحة وتشعر وكأنك طائر وتطل على العالم أثناء الطيران من هنا اخترع الفنان التشكيلي والمخترع السويسري ماكس راينر الطواف حول العالم على كل من يرغب ذلك وأعد المهندس مشروعاً يزيل الحدود بين الفن والتكنولوجيا والأحلام وذلك بعد أن اخترع جهازاً أطلق عليه اسم بيردلي ترجمة نانسي قنقر بيردلي نجح في أخذ مستخدميه للواقع الافتراضي فالجهاز يقوم بخداع حاسة البصر ما يمنحه شعوراً حقيقياً بالطيران بالجسد وحتى الحواس حقيقة سخرت من أجل بلوغها الواقع الافتراضي هذا العالم البديل التي صنعته تقنية يمكن للإنسان التفاعل معه بالأسلوب نفسه الذي يتفاعل به مع العالم الحقيقي فهل يقتنع الإنسان بمحاكاة الطيور على الأقل افتراضياً؟ أم أنه سيظل ملاحق لحلمه بالطيران في الواقع؟ البعض يشجع برشلونة والبعض فريق ريال مدريد والبعض عيناوي وغيره نصراوي وحياناً أخوان بنفس البيت كل واحد منهم يشجع الفريق وغيره يشجع الفريق الآخر كيف نقرر نشجع هذا الفريق عن غيره؟ وليش هذا الانتماء لفريق يبعد عنه آلاف الكيلومترات؟ هل هو سبب نفسي؟ أم مصادفة؟ لا تحتاج لتفسير من منا لا يحب فريقاً بعينه دون غيره من باقي أندية العالم؟ ولكن هل سألت نفسك يوماً ما هو سر تعلقك بهذا الفريق وحده دون سواه؟ أغلب الناس أو النسبة العظمى منهم دائماً ما يتعلق بتشجيع فريقه بالتبعية لوالديه وفي بعض الأحيان الأخرى يكون السبب لاعباً مميزاً مثل الأسطورة ميسي الذي كان له الفضل في انتماء عديد الناس إلى فريق برشلونة الإسباني ومن الأمثلة الشهيرة أيضاً في هذا السبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فعند انتقاله من ريال مدريد الوحيد بالطبع لا فإذا كنت من محبي أو متابعة كرة القدم الأوروبية فبالتأكيد رأيت ذات يوم تشجيع جمهور ليفربول الجنوني في استاد الأنفلت دائماً قبل كل مباراة للريدز وذلك برغم غياب الريدز عن منصات التتويج لفترات طويلة تشجيع جمهور ليفربول الجنوني فيا ترى ما هو سر التعلق الكبير بفريقهم سؤال يطرح على كل منه إذن ما هو سر تعلقك بتشجيع فريق بعينه دون غيره ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة هذه الظاهرة الكروية معانا اليوم الكابتن أحمد مصطفى يهلا ومرحبا فيك أخي أحمد أهلا وسهلا أحمد حضرتك أهلين فيك أحمد كلنا نعرف أن كرة القدم هي الإدمان الوحيد الذي لا يعاقب عليه القانون شو السبب الإدمان الكبير على هذه الرياضة أولا بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أكون حالة مميزة مع حضرتك ومع الجمهورة حضرتك إن شاء الله بإذن الله بداية الكرة هي اللعبة الشعبية أو اللعبة الرقم واحد شعبياً على مستوى العالم كله لسبب بسيط جداً إن كل فئات الشعب ممكن تلعب كرة القدم الفقير لحد أغنى أغنى واحد في الدولة يعني ففيه تعلق بلعبة الكرة من قديم الأزل ده تاريخياً يعني لكن الكرة كرياضة هي رياضة ممتعة جداً طبعاً لكل الناس اللي بتحب تتابع كرة القدم بما فيها من منافسة الفرق كل شوية بتطلع فرقة جديدة بتحاول تبقى منافسة أكتر في الدوري بتاعها يعني الإثارة اللي موجودة في كرة القدم هي الحاجة اللي بتشد الناس أكتر للرياضة بس أحمد في بعض الناس يعني عندهم إدمان أو خلنا نقول تعلق شديد بهذه الرياضة هل تعتبر هذه ظاهرة صحية بصي هقول لك يعني موجة نظري صراحة لكن إن هي يكون عنده إدمان إن يتفرج على الكرة أكيد بس يعني لو بيشوف يعني طبعاً حياة يعني عادي تكون غرفته صور الفريقة في كل مكان في سيارت أكيد دي حاجة كويسة جداً طبعاً يتابع وايد و 24 ساعة تنشان حياتك كلها كرة قدم أكيد دي حاجة دي حاجة حلوة على الفكرة دي روح كده بتبقى عند الواحد إنه متابع الفريق بتاعه وعارف معايد فريقه أسعاد يأهل لني في البيت يتضايقون من هاي الشيء أكيد عشان ساعات في معظم الوقت يعني خاصة الناس المتابعة لبريمير ليج الدوري بيبدأ هنا مثلاً ببعيد الإمارات بيبدأ من الساعة 2 لحد الساعة 12 بالليل فيه ماتشاط حتى بيسموه اليوم الرياضي لأنه من الساعة 2 قاعدوا من تليفرنان يتفرق على ماتشستوك سيتي تفرق على ماتشستوك سيتي تفرق على ماتشستو سيتي ليفر بول يفضل يتفرق على كل الأندية لأنه بعض الزوجات بعض يعانون من هاي الشيء هاي هيتخنقوا معي 24 ساعة برا هاي هيتخنقوا معي في بعض الزوجات حبوا كرة القدم وصاروا يخلون أن الريائيين يتابعون هالمباراة يكون في البيت البعض يتشكون من هاي الشيء هل تشوف ان هاي الشيء فعلا ظاهرات دمان صحية هي مش صحية طبعا حسن حاجة في المواضيع كلها لإعتدال يعني لو واحد متزوج يعني وحس ان مراته مش مبسوطة من ماتش يعني او مش مبسوطة النوع اللي يتفرق على المباراة كل شوية وممكن يعمل بالانس يعني ممكن نزلها مثلا قبل الماتشات بساعة ولا حاجة وبعد كده يرجع تفرق على الماتش براحته يعني يحاول يشوف بالانس يعني شوية للموضوع عشان ما يبقاش بورد الموضوع اوفر يعني يعني اي حاجة زادة الحادات طبيعي بيكون اوفر طبعا لكن دلوقتي صراحة في الثاءة في الشعوب العربية في العالم كله ان بقى في شغف وحب كبير جدا لرياض الكرة القادمة والاقبال عليها بقى كبير جدا صحيح لان كمان يعني احنا انا في المجال بتاعي كمدرب اصبحت البنات بتقبل على الكرة زيها زي الولاد بالزبط صحيح قبل ما كنا نشوف بنات الحين صاروا حتى معلقات رياضيات رياضة عفوا رياضة محلولات انا زين احمد بعد نشوف ان اكثر الاولاد اللي في البيت يتأثرون بالفريق المعين او اللاعب معين على حسب الابو الاب اللي في البيت شو يشجع وشو يتابع شو رايك بهالشي ده مليون في المية صح يعني في البيت مثلا في البيت المصري مثلا لو الاب اهلاوي اكيد الوقت يطلع اهلاوي لانه بيشوف بابا بيتفرج على الماتشاط بينفعل مع كل كورة عايز الاهل يكسب الاب الزمالكاوي نفس الكلام فالولاد بيطلع زي بابا اهلاوي او زمالكاوي يعني الا ما نرحم ربي يعني في ناس ساعات في بيوت زمالكوي بيطلع اهلاوية وفي ناس بيوت اهلاوية بيطلع اهلاوية ده في مصر في ايطاليا هم بيشجعوا البلد بيشجعوا مثلا الفريق البلد او التاون اللي هم عايشين فيها زي نابولي ميلان ميلان طبعا مقصونا الصين ميلان وانتر ميلان صحيح في انجلترا ليفر بول بيشجعوا ليفر بول مافيش حاجة اسمها ليفر بول وشجع نادي تانية هو ليفر بول في وفاء في وفاء وفي نفس الوقت بيبقى وراثية يعني الأب أهلاوي أو ليفر بول الولد يطلع بشجع ليفر بول أو شجع الأهلي حسب الأب في ناس برضو ما بيشجعوش كورة أصلاً ما بيحبوش راعة الكورة بس الولد بيطلع بيشوف المدرسة وصحابه بيلعبوا كورة بيتابع فيتأثر فيه فبتده هو ياخد بقى ميول واتجاهاته على حسب هو بقى بيحب إيه أبعرف أنت في أي فريق تشجح؟ الأهلي كنت لعب في الأهلي؟ بس طبعاً في اللعب ده حاجة ثانية خالص غير التشجيع يعني في اللعب الواحد بيتطلع كل حاجة لنادي بتاعه بس التشجيع ده الانتماءات قوت يعني برا لبرا خالص الحدود الملعب بس أحمد أنت خبرتني أنك أنت تركت اللعب لك فترة تركت اللعب للي فترة شو سبب خبرني؟ أولاً حصلت ظروف مصر شوية صعبة أن الرياضة نفسها في مصر توقفت بسبب حدوث بسبب أحداث سياسية وطبعاً فيه حدث شهير جداً في الأوساط العربية طبعاً سمعنا عنه ليامك زارة بورسعيد نعم راح ضحيتها كثير من الضحايا يعني من جمهور نادي الأهلي حوالي 74 شهيد هم 74 شهيد ربنا رحمهم رحمة الله سعى فدي أثرت طبعاً أثر سلبي جداً جداً على الرياضة المصرية نعم وقدت لتوقف كل نشطات الرياضية في مصر فبالتالي معظم الأجيال بطلوا يعني يلعبوا كوراً بطلوا يتاجهوا الاتجاهات تانية فأنا كنت من الأجيال دي يعني هل كان هذا سبب أحباط يعني؟ مش أحباط بس الحالة العامة في البلد ساعتها كانت أنه صعب الممارسة الرياضة في الوقت هذا طيب أحمد أحياناً نجد ناس لهم وفاء لمنتخبات أو لفريق معين أو للاعب معين إذا خسر تشوفه يكسر ويحزن وعادي يضارب ويحرمت وعادي ما يبا يكلم أي حد وإذا فاز يستانس تكون فرحة وايد كبيرة حتى أحياناً يصلون لدرجة أنه الرهان يراهن شو رأيك باشا يكلمنا؟ بيختلف من التشجيع المنتخب عن النادي تشجيع المنتخب هذا طبعاً مثلاً الذي يشجع بلده وانت ما أقلو بلده نفسه بلده يكون أحسن حاجة وممكن أن نرى هذا حتى في مبارات التنس ليس لديه الكورة كان فيه آخر مواتشة أنا حضرته من يومين سربيا بتلاعب اسبانيا كان جوكوفيتش بيلاعب نادل كل الكورت كان بيشجعوا سربيا وده أثر بالسلب على نادل وخسر المبارادي هم مش بيشجعوا جوكوفيتش هم مش فهمين حاجة في التنس مش كلهم فهمين التنس ايه اللي بيحصل في اللعبة لكن بيشجعوا سربيا لأن هم بيحبوا سربيا وعايزين جوكوفيتش ينجح شان سربيا فتشجيع المنتخب بيختلف لأن الناس عندها انتماء لبلدها وحب لبلدها تشجيع النادي بقى ده أنا معاكي بقى ممكن مثلاً يعني النادي النهاردة كسب ووفق في مباراته وعمل مطش كويس جداً الحالة العام عند المشجع بتكون سعيد جداً ويكون في أسعد حالاته مبسوط جداً وعايز يخرج وعايز يتفصح ويدحك ويهزر وكذا في ناس ما بتتقصرش سلبياً لو الفرقة بتاعته خسرت أو اتغلبت عادي يعني مش مشكلة بس نحن أحياناً بعد نلاحظ في الوطن العربي في ناس تشجع كولومبيا وورقوي مع أن في مسافات كبيرة بيننا وبينهم ايه ليش؟ طبعاً هم بيشوفوا حاجات مختلفة عن اللي بيشوفها في الكور بتاعتنا في الدولة بتاعتنا أو في المساحة بتاعتنا كولومبيا وورقوي يعني عمتاً لاتن أمريكا عندهم فوتبول مختلفة خالص عن الموجودة في العرب وفي نفس الوقت أوروبا عندهم كوروب مختلفة عن الموجودة عندنا وموجودة عند أمريكا فنوع الكورة بخلي الواحد جعا بس هو جعان عيز تفرج على كل الأنواع عيزت تفرج على الكورة بتاعت الوسيقى عيزت تفرج على الكورة بتاعت أوروبا عيزت تفرج على كل الكل البلده فأكيد بيقعد يتفرج على كل الأنواع حتى في الآخر هو بيحس إن دا بيشبع روغبته فإن هو يتفرج على لعبة وإحباه ففي هامي فهنا كثير من التشجيع يتحول إلى تعص تتحول إلى مشاكل، تتحول إلى ضرابة مشاكل كثيرة طبعاً ردنا على سؤال حضريك الأول منتخبات ممكن منتخب يخلي الشعب كله ينزل في الشوارع يحتفل مثل منتخب الجزائر الأخير بطولة كانت في مصر شعب الجزائر نزل وقفل كل شوارع الجزائر منتخب مصر حصل على بطولة 2006 و2008 و2010 نزلوا الشوارع إلى بلدنيا حرب مستوي بجد بجد وفرحة يعني عرمة في الشوارع وكانت حالة عامة في كل البلد إن المتخب كسبان وإحنا عايزين نحسن يعني دايما بتيجي بعد المكسب حالة عامة في البلد أو في الشعب أو في المكان إن إحنا عايزين نحسن الأحداث بقى إحنا كسبنا حاجة كبيرة فعايزين بقى نشتغل وعايزين نتعب وعايزين نحسن ونطور فدايما بيدي حاجات إيجابية أو مشاعر إيجابية عند المشجعين إنه يبطلوا يطوروا من نفسهم ويحسنوا وهكذا يعني طيب أحمد اللي عرفت أنك إيضا مدرب الآن وتركت اللعب لكنك مدرب 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 كرب قدم جميل، فريق شو؟ أكاديمية برشلونا دبي جميل أحمد ليش نلاحظ لما الفريق يخسر الناس تحط الهجوم أكثر شي على المدرب أكيد اللوم على المدرب ليش؟ شو الأسباب؟ الناس بتحب اللعبة يعني الناس بتشجع اللعبة زي ما كان التقرير قال كده في ناس شجعت يوفينتوس بس عشان رونالدو راح يوفينتوس في ناس كبتشجع مادريد عشان بس بيحبوا رونالدو ففي ناس بتشجع كيان أو نادي عشان خاطر اللعب ده بالنسبة لهم لجندا هو ده اللي أنا بحبه بشجعه هشجعه لأولئك فيين صحيح فالمدرب دايما هو اللي بيشير الفطورة دايما هو اللي بيحاسف كل شي يطيح على راس المستين هو اللي حاط التشكيل الغلط هو اللي بدل تبديل الغلط هو اللي كان واقف ما تتخلش في المبره بسرعة عشان يحاول صالح الأخطاء ولو الفرقة كثبت مش المدرب برضو اللي بياخد الصيت العالي اللعيب ده ده حاط الجول فولاني شفت اللعيب اللي عمل ازاي الاسكل دي وشاطها في الزاوية كده اللعيب عادة هو اللي بياخد الشو الأكتر إلا ما نرحم أرابي طبعا زي أورجان كلوب ده واحد من أعظم مدربين دلوقتي مدرب ليفر بول طبعا دياجو ساميوني ده مدرب أتلات كومادريد زيني زيني زيدان عدنا في الكعربيان محمد صلاح هذا ما في حد ما يشجعل وطن العربي دقيبا كل ما يشجعل صح فينا شجعت بازل السويسري فمصر عندنا بازل ده يعني تيم طبعا ليه يحتراموا في أوروبا وكل حاجة بس مش متابع لما صلاح راح لها بينيك هو ونني برضو محترف مصري بقت الناس تستنى مطش بازل شان تفرج عليه فبقت حالة عامة في الناس بتشجع النادي عشان خاطر اللعيب الأكس اللي هم بيحبوه اللي هو اللعيب المميز اللي بيحبوه فإبتادت الأنظار تتوجه للأندية أكتر حبا في اللعيبة اللي بتمثل للأندية دي فدي حالة طبعا موجودة في كل أنحاء العامة بس ما نلاحظ نحن متل ما لاحظنا المصريين أكثر شي حين يتابعون أن تتشجع ليفر بول سا هل أنا محمد صلاح يلعب فيها؟ لا من قبل ليفر بول في النادي كده له كيان خاص له تقاليد وليه ستايل معين مختلف عن كل أندية أنجلترا أكيد هو فريق عريق عريق جدا وبعدين دائما لي كده الجمهور بتاعه بالرغم أن النادي ده بقالوا سنين سنين مكسبش الدوري وده يعني الدوري ده أحسن وأعظم حاجة بالنسبة لأنجلترا صحيح إنه يكسب الدوري أهم من يكسب الشامبينز ليج فبقالوا كتير مكسبش الدوري والنادي في مشاكل وبيتغلب وبسعاد بينزل في مراكز مش بتاعت ليفر بول والرغم من ذلك تلاقي جمهور بتاعه وقافل كل نواحي الإستاد وبيشجعوا على ليفر بول دي مش جاية من فراغ جاية من إن في حاجة بتحصل فيه روح في الفرقة وفي البلد زي ما قلت حريك إنهم بيشجعوا النادي بتاع البلد بتاعتهم هي المغطية على كل الشعب الموجود في البلد دي لذلك ليفر بول ده من أندية العريقة جداً ودلوقتي طبعاً طبعاً هو دي الفترة بتاعته اللي هو الحاسمة بتاعته اللي نوصل خادت شامبينز ليجي سنة الفاتت خادت كسر عام الأندية يعني حصل عليها يعني ودلوقتي ماشاء الله في البريمير ليج يعني رقم واحد الأول في الدوري بفرق كبير من عدد فرق نقاط كبير عن الستي طبعاً هو نادي كويس جداً طبعاً طيب إنت حين قلت إنك تشجع ليفر بول تمام إذا خسر فريق ليفر بول إنت شو تسوي عادي عشان أكون صريح معيكي لو ليفر بول خسر لا مش هكسر مش هكسر بس ممكن أكسر مثلاً في ماتش أهلي وزمالك مثلاً عشان أبقى أكون صريح يعني تكسر يعني تكسر يعني أنت أصمراً الموضوعك في في الموضوع هذا عندك نتكلم يعني أنا يعني في ماتش أهلي وزمالك ممكن مثلاً نكسر الدنيا بس مش نكسر نكسر أي شوية عصبية يعني إن مثلاً شوتي أخي مثلاً إحنا ليتغلبنا نهاردة طيب ليه ما عملناش مثلاً يعني نقدر نقول هالشيء انتماء للفريق أكثر انتماء نعم وعفكرة حاجة أنا بشوفها مش وحشة إن الواحد بيجري في دم وكده إن النادي ده حاجة مهمة بالنسبة لي وإن أنا بشجع كيان دي حاجة حلوة وممكن كمان في المدارس في الجامعات في الأماكن اللي فيها ناس بتتليد ناس ممكن نحاول الإنتماء ده الحاجات كويسة جداً على فكرة كما بتحب نادي بتاعك ممكن تحب بلدك كما بتحب بلدك ممكن تحب شغلك أو تحب أسرتك وأهل بيتك والكلام ده كله نعم إذن نحاول الإنتماء ده الحاجة إيجابية أحمد شكراً جزيلاً على المعلومات اللي قدمتها لنا نصيحة لا تكثر وتعب أعد مدهجو أصلاً إن شاء الله حلقتنا مستمرة مشاهدين ولكن بعد الفاصل حديد الإمارات عملاق الصلب بدمغة إماراتية خالصة تعد حديد الإمارات من أكبر الشركات في المنطقة استطاعت خلال وقت قصير أن تدخل السوق وتساهم بالنهضة العمرانية في الدولة أملاق الحديد في هذا التقرير فلنتابع تأسست حديد الإمارات في عام 1998 واستطاعت أن ترفع من مستوى الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ما يقارب ثلاثة مليون طن سنويا وبكلفة إجمالية بلغت 11 مليار درهم يقع مجمع حديد الإمارات في مدينة بوظبي الصناعية التي تبعد حوالي 35 كيلو متراً عن مدينة أبوظبي ويعتبر هذا المجمع أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات حيث يقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة احتلت شركة حديد الإمارات المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل ما تصدره من منتجات على مستوى العالم وتعتبر المصنع الرابع من نوعه في العالم والأول في منطقة الخليج الذي ينال اعتراف الجمعية الأمريكية وصدرت الشركة نحو 650 ألف طن من الصلب إلى أكثر من 40 دولة خلال العام الماضي ومن أهم الأسواق كانت في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، أمريكا الشمالية، جنوب شرق آسيا وأستراليا ومن أهم الإنجازات التي استطاعت من خلالها اليوم حديد الإمارات أن تضعها في تطوير المشهد الصناعي والاقتصادي حيث أن حديد الإمارات طورت من القدرات الإنتاجية كمورد لحديد المنشآت النووية والتوجه نحو العالمية أما على المستوى البيئي، فاستطاعت خفض البصمة الكربونية ورفع من مستوى الاستدامة ترجمة نانسي قنقر ومشاهدنا وصلنا لنهاية حلقتنا؟ ترجمة نانسي قنقر تصبحون على ألف خير وسعادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة